سمعت أحمد موسى وسمعت سامح الشكري وشفت تصريحات وزير الراي خلاص تفرقت على كل الحلول خلصت أو انتهت الحلول السياسية والحلول الاقتصادية والاستراتيجية والحلول الدبلوماسية والخارجية والمساعي الدولية وخلاص استنفذنا حتى الكتب الإعلامي والهجس والتهجيس اللي بيعمله أحمد موسى خش علي بالحل بقى خش علي بالحل بقى الحل دلوقتي مع مين؟ مع فضيلة الدكتور علي جمعة علي جمعة المفتي السابق للديار المصرية واللي تحول من مفتي أو من شيخ لنجم من نجوم الفضائيات أو ترزي من ترزية الفتاة وعارف زمان في مجلس النواب أو في مجلس الشعب بقى أيام حسني مبارك كنا بنقول ترزية القوانين اللي هو يعمل لك قانون كده يفصله كده على مقاس النظام أو على مقاس سيادة الوزير أو على مقاس الدولة النهاردة بقى عندنا ترزية كمان في الفتاوى بيفصلك فتوى كده على مقاس للدولة أو النظام أو ساعدته أو سيادته أو حضرته عايز أو بيفكر فيه والده فاتر ده فاترنا والورق ورقنا واحنا اللي بنفتي وبنقول وعندنا القنوات بتاعتنا نطلع نقول وعندنا دار القفتة بتصدق ووزارة الأوقاف بتطبق والمواطن الغصب عنه يسمع ده اللي بيحصل في الملف الديني خلال الكام سنة اللي فاتت علي جمعا بارح طلع عشان يتكلم فيه بأزمة سد النهضة فقال لك جملة خطيرة جدا قال لك هنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وهنسمع قريب عن انهياره ده كلام مين؟ ده كلام مولانا العارف بالله علي جمعة تحس كده أول ما تسمع البؤين دولك عايز تقوله مدد مدد يا علي ابن جمعة مدد مدد يا طاهر خلاص حلول كلها انتهت خلاص هنلجأ بقى للدجل والشعوزة وهنلجأ بقى لتغييب الوعي وتغييب العقول وانطلع علي جمعة بقى يقولك خلاص اطمنه اطمنه يا اخوانا ما عادش عندنا مشكلة وهنسمع بكرة ولا بعد بكرة ان ايه حصل زعبيب وبركين وزلازل في أرض اللي فيها السد وهيتهد السد المفروض انا كمواطن بسمع علي جمعة اطمن بقى وحط في بطني بطيخة صيفي واقول مولانا العارف بالله العلامة الفهامة بديع عصر واوان وعلي جمعة وعدني ووعدنا ان بكرة السد ده هيقع والدنيا هتبقى زي الفل تفرج بقى على مولانا علي جمعة وما تنساش وانت بتتفرج تقوله مدد مدد يا طاهر مدد يا علي ابن جمعة كل يوم هتسمع شيئا غريبا عجيبا عن الأرض وهبوطها وانهيارها والسد وكده الى آخره بس كده احنا كده بنشطب احنا كده بنغيق بنجيب على الآخر بنجيب على الجانت زي ما بنقول بدأنا الملف سياسي وبعد كده بقى خليناه عسكري واتكلمنا شوية هنضرب وهنعمل وحومات النيل ونصور النيل ومش عارف ايه واذا نقص مياه النيل وانهيار ده حولنا الملف بقى لدروشة الدروش الاكبر الدروش الكبير مولانا الشيخ علي جمعة بيقولك اتطمينه وهنحل الازمة ان شاء الله هنبعد بقى مش عارف مين او هيحصل ايه او يمكن نعمل لهم عمل وبعد كده يقع السد والحمد لله رب العالمين ويا دار ما دخلك شره الدنيا زي الفن